بسم الله الرحمن الرحيم اليوم إن شاء الله سنتحدث عن نص كم تشتكي للشاعر إيلية أبو ماضي شاعر من مدرسة المهجر يتحدث فيه عن التشاؤم وأثره في الحياة ويفند دعاوى المتشائمين بدون داعي ويدعوهم إلى التفاؤل ويبين لهم أن الكون بما فيه يدعوهم إلى التفاؤل الشاعر إيلية أبو ماضي ولد شاعرنا في قرية المحيدثة بلبنان سنة 1890 وجاء إلى مصر سنة 1902 واشتغل بالتجارة وتفجرت موهبته الأدبية في الشاعر مبكرا فأصدر ديوانه تذكار الماضي سنة 1911 ثم هاجر إلى أمريكا الشمالية وأقام في نيويورك وانضم إلى الرابطة القلمية التي أصصها جبران خليل سنة 1920 وهو أمير شعرائها كما أوضحنا في الأدب ونشر هناك ديوانه الجداولة سنة 1927 ثم الخمائل سنة 1946 وتوفي سنة 1957 الغرض من النص يشكو بعض الناس من الحياة ويدعون أنها مليئة بالهموم والمتاعب والمصاعب ويمينون إلى التشاؤم من الحياة لأدفه الأسباب ولو نظروا حولهم بعين التفاؤل لوجدوا كثيرا من مظاهر الجمال التي تفجر ينابيع السعادة في النفوس ولهؤلاء المتشائمين يوجه الشاعر قصيدته مستنكرا شكواهم داعيا إياهم إلى التمسك بالأمل والتفاؤل والسعادة بالحياة نوع التجربة عامة ففيها دعوة إلى جميع الناس للإقبال على الحياة والتفاؤل ونفذ التشاؤم والتمتع بالحياة وما فيها من نعم لا تحصى النص كم تشتكي الفكرة الأولى نعم الله لا تحصى كم تشتكي وتقول إنك معدم والأرض ملكك والسمى والأنجم ولك الحقول وزهرها وأريجها ونسيمها والبلبل المترنم والماء حولك فضة رقراقة والشمس فوقك عسجد يتضرم والنور يبني في الصفوح وفي الضرى دورا مزخرفة وحينا يهدم فكأنه الفنان يعرض عابثا آياته قدام من يتعلم وكأنه لصفائه وسنائه بحر تعوم به الطيور الحوام اللغويات كم تشتكي كم هنا خبرية للكثرة ومعنى كم تشتكي كثيرا ما تشكو تقول أي تزعم وتدعي معدم فقير اسم فاعل وماضيها أعدم بمعنى افتقرة السماء أصلها السماء وحذفت الهمزة للوزن وهذا جائز في الشعر للضرورة الشعرية أريجها عطرها وشذاها والجمع عرائج المترنم المغني نسيمها هواؤها الرقيق والجمع أنسام رقراقة ذائبة لامعة يتضرم يشتعل والمراد يلمع ويبرق عسجد ذهب دورا بيوتا والمراد أشكالا السفوح وهو أسفل الجبل وعكسها القمم والمفرد سفح الظراء وهي أعلى الشيء والمفرد ذروة حينا الجمع أحيان وجمع الجمع أحيين ومعناها وقتا آياته قدراته ومنجزاته والمراد عجائبه والمفرد آية صفائه نقائه وخلوه من الشوائب وعكسها قدرته عابثا لاعبا لاهيا الحوّم الدائرة المحلقة في الفضاء والمفرد حائمة قدام أمام وعكسها وراء الشرح يخاطب الشاعر الإنسان المتشائم الذي يشكو بدون داع قائلا له كثيرا ما تشتكي وتدع الفقر مع أن كل شيء في السماء والأرض مسخر لك ويفصل الشاعر لهذا الإنسان مظاهر الجمال المنتشرة من حقول واسعة وما بها من زهر متفتح له رائحة عطرة ونسيم رقيق عليم وبلاب المغردة فوق الأشجار والمياه الصافية الفضية تنساب حولك في الجذاول والشمس التي تعلوك تسكب على الماء أشعة ذهبية فما لك لا تتفائل وتسعد النور أشبه بفنان قدير يرسم بأشعته وظلاله لوحات وأشكالا جميلة فوق السهول والهضاب وعندما تغيب الشمس تختفي وتنمحي تلك اللوحات الرائعة فكأنه أي النور فنان قدير متفجر موهبة ولكنه عابث حين يعرض لوحاته العجيبة المبتكرة ثم يمحوها بدون فائدة أمام المعجبين بفنه من الناس وكأن هذا النور لشدة جماله ونقائه يبدو كبحر تسبح فيه الطيور المحلقة مكونة لوحة ساحرة للطبيعة مواطن الجمال كم تشتكي وتقول إنك معدم والأرض ملكك والسماء والأنجم كم تشتكي وتقول كم تفيد كثرة الشكوى غير المبررة من الصاختين المتشائمين تشتكي وتقول كل منهما مضارع يدل على استمرار الشكوى وتجددها تقول إنك معدم صلوب مؤكد بإن لتأكيد الشك في فقره وزعمه والأرض ملكك والسماء والأنجم الشطر الثاني دليل على بطلان دعوة المتشائم بأنه معدم والعطف هنا أفاد تعدد مظاهر النعم السماء والأنجم إطمار عن طريق عطف الخاص الأنجم على السماء اللي هو العام والسماء تشتمل على النجوم وغيرها وخاصة الأنجم لأنها تلائم التفاؤل بما فيها من نور وإشراق وفيها مراعاة نظير تثير الذهن الأرض السماء معدم ملكك تباق يوضح المعنى ويقويه معدم والأنجم محسن بديعي تصريع وأثره الفني يعطي جرسا موسيقيا أسلوب البيت خبري للتقريق ولك الحقول وزهرها وأريجها ونسيمها والبلبل المترنم لك الحقول أسلوب قصر بتقديم الجار والمجرور لك على الحقول يفيد التخصيص والتأكيد لك الحقول وزهرها إلى آخر إطناب بعطف الخاص زهرها على العام الحقول وزهرها وأريجها ونسيمها محسن بديعي حسن تقسيم يعطي إقاعا وجرسا موسيقيا تطرب له الأذن وتتابع العطف بالواب لتفصيل جوانب المتعة وتعدد النعم التي خص الله بها الإنسان الحقول زهرها أريجها ونسيمها محسن بديعي مراعاة نظير تثير الذهن البلبل المترنم استعارة مكنية تصور البلبل بإنسان يترنم وسر جمالها التشخيص وتوحي بالسعادة والفرح البيت الثاني كناية عن كثرة النعم وأسلوب البيت خبر غرضه الدعوة إلى التفاؤل وإظهار الإعجاب بالطبيعة والماء حولك فضة رقراقة والشمس فوقك عسجد يتضرم الماء حولك فضة رقراقة تشبيه للماء بالفضة فيه توضيح وإحاء بالجمال الشمس عسجد يتضرم تشبيه لأشعة الشمس الصفراء بالذهب اللامع بالتوضيح والتشبيه يوحي هنا بالروعة والجمال عسجد يتضرم استعارة مكنية تصور العسجد الذهب نارا مشتعلة وهذا الخيال مركب حيث جعل كلمة عسجد مشبها به في الصورة الأولى ومشبها في الصورة الثانية لتقوية الخيال والماء حولك فضة رقراقة والشمس فوقك عسجد يتضرم بين شطري البيت محسن بديعي حسن تقسيم يعطي جرسا موسيقيا تطرب له الأذن أيهما أجمل الماء حولك أم الماء أمامك ولماذا؟ الإجابة الماء حولك أجمل لأنها توحي بكثرة الماء وبالتالي كثرة الخير ممثلا في زروع وثمار أيهما أجمل عسجد يتضرم عسجد يتبسم ولماذا؟ الأجمل عسجد يتبسم لأنه يوحي بالسعادة والسرور وذلك يناسب عطفة الأمل والتفاؤل بخلاف عسجد يتضرم فهو لا يناسب الجو النفسي التفاؤل لأن فيه معنى النار والاشتعال أسلوب البيت خبري غرضه الوصف والنور يبني في السفوح وفي الضراء دورا مزخرفة وحينا يهدمه النور يبني وحينا يهدمه استعارة مكنية تصور النور ضوء الشمس إنسانا يبني أشكالا مزخرفة ثم يعود ويهدمها ويصورة ممتدة دورا استعارة تصريحية تصور أشعة الشمس والظلال دورا بنيت وشيدت يبني يهدم السفوح الضراء محسن بديعي نوعه طباق يوضح المعنى بالتضاد ويفيد الشمول والعموم نور دور محسن بديعي نوعه جناس ناقص يعطي جرسا موسيقيا ويثير الذهن أسلوب البيت خبري غرضه الوصف فكأنه الفنان يعرض عابثا آياته قدام من يتعلم فكأنه الفنان تشبيه للنور وما ينشره من ظلال بالفنان وسر جماله التشخيص يعرض عابثا آياته امتداد للخيال أسلوب البيت خبري للوصف وكأنه لصفائه وسنائه بحر تعوم به الطيور الحوام وكأنه لصفائه وسنائه بحر تشبيه للنور بالبحر وواجه الشبه الصفاء والسناء وفيه توضيح وإحاء بالجمال وتقديم الجار والمجرور على خبر كأنه أسلوب قصر للتأكيد على الاهتمام بالمتقدم هو توضيح لما يتميز به نور الله بحر تعوم به الطيور استعارة مكنية تصور الطيور وهي طائرة في الجو أشخاصا تسبح في البحر وفيها تشخيص أسلوب البيت خبري للوصف تذكر الأبيات من أربعة لستة الصورة ممتدة لضوء الشمس فهو يبني أشكالا مزخرفة ثم يعود ويهدمها وهو كالفنان وفي صفائه يشبه البحر الأبيات من اثنين لأربعة تفصيل للإجمال في الشطر الثاني من البيت الأول يعاب على الشاعر استخدامه لكلمة يهدم فيغير ملائمة للجو النفسي وهو الأمل والتفاؤل ويرى النقاد أن كلمة عابتا لا تتفق مع الجو النفسي لأن العبث وضع الشيء بغير نظام وفيه إهمال وهذا ينفي عنه صفة الجمال والأفضل كلمة معجبا ويمكن الرد على ذلك بأن عابتا تدل على سرعة انتقال الظلال تابعا لحركة الشمس السريع التي تمحو تلك اللوحات وبالتالي فهي دقيقة في موضعها تابعا لحركة الشمس السريع التي تمحو تلك اللوحات وبالتالي فهي دقيقة في موضعها شكرا